شايفة انه هاني معلول رومي وعبد المنع طبعا لكن يمكن اختيارات كلها لخط النص اللي ممكن تبقى شوية محايرة حسب الأدوار والتكلفات والطريقة اللي هيلعب بيها يعني اعتقد ان انا متفقين خلاص على الأسماء يعني متفقين اعتقد لو متفقين ما تقولش يعني اعتقد ان احنا متفقين يعني حتى جمهورنا اللي هو الحقيقة في المبارات الأخيرة فيه فيه أسماء خلاص اثنين أو ثلاثة في وسط الملعب مركزين بشكل كبير رغم اني قلت من شوية ان فيه روتيشن كبير جدا حصل انا وطلعت لك اخر عشر مباريات سواء في افريقيا او في الدوري المحلي مش هتصدق كم التغييرات اللي حصلت انا معايك انا معايك انا معايك وفي المطشات التقيل يعني مش بيفجأك في مطشف الدوري ولا مطشف الكاز انا معايك ممكن يفجأك في كاز العالم صحيح في اهم المباريات اهم المطشات لكن اهم لكن مهم جدا انه ودي نقطة مهمة جدا لمسر كولرحية انه عنده تركيز كبير جدا جدا في مدى جهزية احمد او اشرف النهاردة وصل لقد ايه يعني انا اعتقد انه بيدي درجات للتركيز يعني ممكن احمد يكون وصل لتسعة من عشرة لا لو اشرف وصل لعشرة من عشرة مش لو احمد وصل ستة وانا وصلت تمانية يبقى انا اللي هلعب لانه اللعبين عنده كلهم انا شايفهم كلهم امكانيات كبيرة كواليتي كبير روفيالات مختلفة لكن الامكانيات كبيرة وبالتالي حقيقة انا بقى لي فترة طويلة لازم احسب ده الكولر يعني الناس ممكن تنتقدوا في حاجات تفاصيل سغيرة في قدرة مطش في وقت تغيير في اختيار تشكيل اساسي احيانا بتحصل لكن اللي بجد انا احسبه المارسل كولر كهيد كوتش انه النهاردة بقى عندي اتنين تيم على نفس المستوى يعني نهاردة انا شخصيا ممكن او كتير من جميعنا دي يعني تختلف على تبدأ مين وتقعد مين اه طبعا طبعا دي حاجة تحسب للمبيل الفني طبعا طبعا ولازم كل قبل كل مباراة تقول لا النهاردة يعني ممكن دا و دا يشترك يعني يعني في عندك اختيارات كتيرة لانه النهاردة في خط الوسط مثلا في خمس ستة اسماء ما كانش موجود قبل كده الكلام ده كنت دايما بتدور على واحد او اتنين بالكتير والباقي يا ام صاب يا اما بعيد عن المستوى يا اما النهاردة الحمد لله عندنا جاهزية في كل اللعبين اعتقد الثلاث اسماء اللي فاصلوا الملعب يعني متفقين عليهم خلي بالك الناد الاهلي يعني كتاب مفتوح ومش بيفرق قوي فكرة التشكيل الاساسي من او نخبي مين موجود مين مش موجود لانه والترجي كمان كتاب مفتوح طبعا لكن الكواليتي الحمد لله والجاهزية البدنية والفنية والتركيز الحمد لله بشكل كبير جدا موجود عند كل اللعبين النهارة طيب التعليمات والمحاضرات والتدريبات طبعا مهم ناخلاف عليها لكن بمجرد ما اللعب تنزل ملعبه دي نقطة بالنسبة لي مش قلقاني يعني انا متأكد طبعا لعبة الاهلي كلها عندها خبرات كبيرة جدا حتى اللي بيلعب يعني انا قلت خطرت مثلا ثلاث اسماء بيلعبه سنقولها لنهائي دورة يا ابطال لكن وثق تماما في شخصيتهم زي ما قال اشرف الحقيقة وفي نقطة التركيز ومجهزيته لكن خليني اقول انه الاول مرة من فترة هي الاول مرة خالص يعني اول مرة خالص يبقى انا عندي ثلاث كبيرة كبيرة بشوفهم هنا دي اهلي اليوم تأثير كبير جدا على عيبة جوى الملعب وبرى الملعب صحيح شنوي سليا وعلي معلول صحيح الاول مرة احتمالات يعني تواجدهم في الملعب في الملعب التشكيل الاساسي ممكن تبقى شوية مش كبيرة بس اسناء علي معلول شنوي وسليا ممكن طبعا انا عرفش ايه اللي يحصل في الايام جايز ممكن جدا يشاركوا حتى على البنش وارد جدا لكن عدم وجودهم في الملعب شوية على مستوى الخبرة والتعامل مع السيناريوهات او التحولات او التغيرات التعصف في الملعب مقلق بالنسبة لك مشايف يعني تعويض ممكن يكون ازاي صحيح بيقلقني يعني انا دايما بتكلم معك احمد على دور اللاعبين الكبار مهم جدا جدا سواء خارج الملعب او داخل الملعب الشخصية بتفرق وشخصية القائد داخل الملعب بتفرق كتير جدا 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 مع كل اللاعبين وافتقدناها في بعض المباريات لكن اللي مطميني بشكل كبير اللي وصل لي لعبتنا في الفترات اللي فاتت من كم الخبرات اللي اكتسبوها بمعنى انه النهاردة انت كنت متخاوف على مثلا اسم زي مروان عطية النهاردة مروان عطية ما شاء الله هو اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي في الحتة بتاعته وفي منتخب مصر معينه كان قبل ما ييجي النادي الاهلي بعيد عن الكلام ده النادي الاهلي بيضيف شخصية كبيرة جدا جدا لكل اللاعبين مصطفى شوبير واحد من الاسماء اللي لازم تقول انه اتولد نجم انه اكتسب شخصية مع النادي الاهلي غير طبعية يعني اتقدر تقول النهاردة الشيناوي طبعا انه عليه ضغوط غير طبعية وكان في ضغوط بتقطيع يعني كان ممكن يبطل يعني يعني والله كان في البداية كان ممكن يبطل لكن مصطفى شبير عنه شخصية كبيرة جدا قبل مطشو زي ده طبعا البدني مفيش خلاف التكتيكي مفيش خلاف الفني مفيش خلاف لكن هيا بشوف البطشات الكبيرة دي الزهني فكرة انك تحضر اللاعبا زهنيا فكرة اللاعب يفصل من كل حاجة يبعد عنه يشتت نفسه ويشغل نفسه بحاجات فكرة اللاعب يخش في مود مطشو زي ده ده تركيز دي خبرات دي خبرات خبرات البطل يعني النادي الاهلي عنده من الخبرات ومن التركيز في مباراة الكبيرة دي بعد أربع النهاردة خامس بطولة أو خامس نهائي على التوالي حققت منهم ثلاثة إن شاء الله تحقق الرابعة بإذن الله تعالى يعني مستحيل تقدر تقول إن نتكلم عن التركيز أو على قلة الخبرة أو على إزاي تفضي زهنك لمباراة زي دي أعتقد أن اللاعباتنا الحمد لله عندهم الخبرات الكبيرة دي إزاي يقدروا يتعاملوا مع مباراة الكبيرة دي وبقولك دايما وبقول جمهور النادي الاهلي إن اللي بيفرق في هذا التركيز والرجولة داخل الملعب وإزاي يؤدوا بهذا الشكل هو غرفة دايما غرفة ملابس النادي الاهلي اللي دايما بنتكلم عليها على اللاعبين الكبار وإزاي بيكونوا متواجدين بنسبة كبيرة جدا جدا في تحقيق النجاحات دي كل ثقة طبعا في